دعونا نأخذ مثل الاعتنائي قبل قليل عن كيفية أسلوب أو تعاطي إسرائيل عندما تقوم باستفزاز غريمة أو عدوة لتحقق أهداف غير منظورة وأهداف معينة تؤمن فيها توسعها أو أمنها أو استقرارها. عام 2006 تم حزب الله قام بعملية على حدود لبنانية خطف جنود إسرائيلية ردة الفعلة الإسرائيلية لاعترف بلسانه سمحت سيد حسن إسرالله أنه تفاجأ بقوة النار والهجوم ولو كان يعلم أنه إسرائيل ستعمل الرد للفعل العسكرية الأوية لما قام بخطف هؤلاء جنود. تمام يعني إجوا جنود على الحدود كأنه عم بيقولوله لحزب الله تعال اخطفني قام حزب الله نجرد العمل هذا الخطف هؤلاء الجنود قامت إسرائيل بأدوان شرس جدا على الجنوب ودخلت على الحدود وقامت بإحلال معا بعد المدن ورجع حزب الله اعتبر أنه عمل مقاومة وأخرج العدو الإسرائيلي من هذه الحدود من بعد ما تم هناك في اتفاقية دولية ومعادة دولية الـ 1701 وإلى ما هنالك من اتفاقية تم توقيعة وخرجت إسرائيل وحزب الله خرج منتصرا وإسرائيل أعلنت أنه هي خرجت منهزمة ونحن سلنا نقول هزمنا العدو ولكن بالمفهوم العسكري ما هي الأهداف التي تحققها من هذه العملية إسرائيل منذ عام 3 أرمين حتى اليوم لم تكن تتمكن من حماية حدودها من الاعتداءات التي كانت تأتيها من لبنان كان لبنان دائما فيه فصائل فلسطينية وكان دائما حدود وسيبة يسير فيه اعتداءات على إسرائيل من الحدود اللبنانية حتى عندما قامت بتدريب وتأسيس جيش لبناني جنوبي وعملت جيش لبناني جنوبي ودخلت إلى عمق 40 كيلو بالحدود اللبنانية لحماية حدودها من الاعتداءات اللبنانية لم يتمكن هذا الجيش كانت عملية مكلفة من حماية الحدود الإسرائيلي طيب عملية 2006 ماذا نتج عنها من أهداف تحققت على الأرض أتت جيوش الأمم المتحدة كلها لحماية الحدود الإسرائيلي ومنذ العام 2006 حتى اليوم الحدود الإسرائيلي اللبنانية لم تكن بأمان أكتر مما هي عليه الآن منذ 2006 حتى اليوم وهي أنا عم نرى أي واحد تسولنه نفسه أنه يعمل عملية ضد إسرائيل فيه جيش دوله وحسب الله بالزاب هو اللي بيوقفه بيمنعه أنه يعمل بأي اعتداء من الحدود اللبنانية على الإسرائيل إذا بالإعلان الجوبلزي أو بالإعلان حزب الله انتصر إسرائيل انكسره بينما بالحقيقة وبالواقع إسرائيل قامت بحماية حدودها مع الحدود اللبنانية بشكل صارت جيوش الأمم المتحدة وتخضع لإتفاقية دولية أقوى وأشد من إتفاقية عدم اعتداء لموقعها لبنان مع إسرائيل عام 2013 يعني هذه الألف سبعمائة واحد والكرارات الدولية أشد الزمن من إتفاقية الهدني الذي كان موقع بين لبنان وإسرائيل ومنذ ذلك الحين الحدود الإسرائيلية تنعم بأمان واستقرار من الحدود اللبنانية ولكن حزب الله انتصر وإسرائيل انكسر وفهموها بقى